هنقرأ النهاردة حديث من أجل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي احنا عايزين نفهمه بطريقة صحيحة نفهمه بطريقة تنور قلوبه فحديث النهاردة عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكد على كتبنا وندع العمل قال أعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل الجنة من أهل الجنة والسعادة فيوسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فيوسر لعمل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة يقصد الآية هذا الحديث لابد أن نقرأه بعناية تعالوا نقرأ الحديث مرة تانية بعناية عشان نقدر نفهم معاني التي أقرها صلى الله عليه وآله وسلم ولابد أن تكون نبراسا لنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا الإمام علي يقول فيه ترجمة نانسي قنقر